قفوا بمخافة الله وانصطوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماريوحن البشير والتلميذ الطاهير بركاته على جميع إي عينا آمين من مزامير تلاتي الأبينا داود النبي والملك بركاته المقدسة تكون معنا آمين اعترف الرب فلنه صالح وإن إلى الأبد رحمته من يقدر يصف جبروت الرب ويجعل جميع تسبيحه مسموعا مبارك الآت باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كل ناس سؤال مسيح ابن الله الحي الذي له المقدس دائم آمين وبعد هذا انحضر إلى كفر نحوم هو وأم وأخوات وتلميز وأقاموا هناك أيام ليست كثيرا وكان فسح اليهود قريبا فصعد ياسع إلى أرشليم ووجد في الهيكل الذين كانوا يبيعون بقرا وغنما وحماما والسيارف جلوسا فصنع صوتا من حبال وطرد الجميع من الهيكل الغنم والبقر وكب دراهم السيارف وقلب موائدهم وقال لبقع الحمام ارفعوا هذا منها هنا لا تجعلوا بيت أبي بيت تجارا فتسكر تلاميذ إنه مكتوب غيرة بيتك أكلتني فسله اليهود آية آية رين حتى تفعل هذا أجاب يسوع انقضوا هذا الهيكل وفي سلاسة أيام أقيموا فقال اليهود في ستة وأربعون سنة بني هذا الهيكل أفأنت في سلاسة أيام تقيموا وأما هو فكان يقولوا عن هيكل جسده فلما قام من الأموات تذكر تلاميذ إنه قال هذا فآمنوا بالكتاب والكلام من الذي قاله يسوع ولما كان في أرشليم في عيد الفس آمنا كثيرون بإسمه إزراءوا الآيات التي صنعا لكن يسوع لم يأت منهم على نفسه لأنه كان يعرف الجميع ولأنه لم يكون محتاجا أن يشهد أحد على الإنسان لأنه علم ما كان في الإنسان آمنا والمقدول الله دام آمنا آمنا